أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين هذه الآيات أيها الإخوة موضوعها فريضة الصيام وصوم رمضان ركن من أركان الإسلام وهو الركن الثاني بعد الصلاة وهو الركن الثالث بعد الصلاة قام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وقد مر معنا في الدرس الماضي بيان حكم القصاص وحكمته في هذه الشريعة وأن الله سبحانه وتعالى قصد به إشاعة الأمن والطمأنينة في المجتمع وحقنا الدماء ومنع لأتداء كل هذا يفهم من شريعة القصاص والقصاص ليس ركنا من أركان الإسلام إنما الركن هو الصيام لكن لماذا قدم القصاص على الصيام قدم القصاص كما ذكرنا في الدرس الماضي لعل ذلك من حكمته بيان أهمية الأمن في المجتمع أن الأمن إذا لم يكن مستتبا فلا مكان لإقامة الشرائع ومع أهمية الصيام إلا أن الله سبحانه وتعالى قدم في الذكر عليه أحكام القصاص حتى يبين لعباده المؤمنين أهمية الالتزام بدواع الأمن فإنه إذا ثبت الأمن واستقرت دعائمه في المجتمع أمكن بعد ذلك أن تقام الشرائع وأن يعبد الله سبحانه وتعالى بطمأنينة وأن تؤدى الفرائض وأن يقام العدل في المجتمع ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآيات أحكام الصيام وهناك جامع بين أحكام القصاص وأحكام الصيام وهو ما ذكر في آخر آية القصاص وهي قوله تبارك وتعالى لعلكم تتقون وما ذكر في الصيام أيضا من قوله لعلكم تتقون هذا كله التشريع الذي أنزله الله سبحانه وتعالى المقصود به تحقيق التقوى بعد أن تقدم معنا في السورة في الآيات المتقدمة بيان الإيمان بالله تبارك وتعالى وتأكيد ذلك بمعرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته حتى يعبده الخلق كما طلب منهم حتى يعبدوا ربا يعرفونه ويألفونه ويرجون رحمته ويخافون عذابه ثم تبع ذلك الإيمان بالملائكة والرسل والكتب واليوم الآخر كل هذا تقدم لكن جاءت هنا الشرائع هذه واحدة تلو الأخرى بعد أن تمهد الإيمان واستقر في قلوب المسلمين وهذه فريضة الصوم أيها الإخوة من أعظم الفرائض الصوم هذا فريضة ألزم الله سبحانه وتعالى بها عبادته المؤمنين وهي من أعظم الفرائض وأهمها ولها حكم عظيمة من أعظم حكم الصوم تربية النفس على التقوى تربية النفس على الصبر على طاعة الله ولذلك يسمى شهر رمضان شهر الصبر شهر الصبر لأن الإنسان المسلم يقف نفسه فيه عما نهاه الله تبارك وتعالى عنه من الأشياء المباحة التي ليست محرمة ليس المقصود هنا الأمور المحرمة من الخمر والزنا والميتة وغيرها لا المقصود الأمور المباحة يعني التي يسر الله سبحانه وتعالى وسهل أمرها وأباحها لعباده المؤمنين منعهم منها في رمضان تقوية لصبرهم حتى يثبتوا على دين الله تبارك وتعالى والإنسان إذا أخذ نفسه بهذا المبدأ ألزم نفسه بطاعة الله وكف نفسه عن الانفلات مرة ومرة سلس له قياد نفسه وهذا نلحظه في عبادات كثيرة سيأتي معنا في مسألة الحج فيما بعد أن الحج فيه محظورات تسمى محظورات الإحرام وهي كذلك في العمرة الحج والعمرة في هذا الباب سواء هذه المحظورات أمور مباحة كانت قبل الإحرام لكن لماذا نهي المسلم عنها حال الإحرام تقوية لصبره وارتقاء بإيمانه وبيانا لثباته على أمر الله تبارك وتعالى إذا أمر بشيء اتبعه وإذا نهي عن شيء كف عنه هنا يتحقق فيه معنى الإيمان هذا الصيام أيها الإخوة فرض في السنة الثانية من الهجرة بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وصام النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك تسع رمضانات في المدينة النبي عليه الصلاة والسلام لكن السنة التي قبض فيها توفي عليه الصلاة والسلام قبل أن يحل رمضان لأنه توفي في شهر ربيع قبل أن يأتي رمضان فصام قبل ذلك تسع رمضانات النبي عليه الصلاة والسلام وهنا الله تبارك وتعالى يبين أهمية الصيام وما أوجبه على عبادي بقول كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ فُرِضَ وَأُلْزِمَ بِهِ قال تبارك وتعالى كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وهذا يفيد أن الأمم السابقة كُتِبَ عَلَيْهَا الصِّيَامُ كان في شرائعها صوم لله تبارك وتعالى ولكنها صوم يختلف في كيفيته وفي شروطه عن صومنا وكلنا نذكر في قصة مريم عليها السلام أن الله سبحانه وتعالى قال لها فَقُولِ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيَةً يعني امتنعت كان صومها امتناعاً عن الكلام نعم فالأمم السابقة فرض عليها الصيام والله سبحانه وتعالى يبين بذلك للأمة المسلمة أن هذا الأمر ليس جديداً على شرع الله ولا جديداً على أمر الله تبارك وتعالى فهو مفروض على الأمم السابقة وأمة محمد عليه الصلاة والسلام أمة من الأمم أمة من الأمم التي ابتعث الله لها نبياً وأنزل عليها كتاباً فالصيام فرض عليها فهذا من باب تسهيل الأمر على النفوس أن هذا الصيام مفروض علينا ليس ابتداءاً بل هو مفروض حتى على الأمم التي سبقتنا وإن كان قد يختلف في كيفيته وفي شروطه لعلكم تتقون هذه هي الحكمة من فريضة الصوم أنه سبيل لتحقيق التقوى أن الصوم سبيل لتحقيق التقوى وهو كذلك إذا وقع الصوم كما طلب منا فإن هذا سبيل إلى تحصيل التقوى بإذن الله العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى والأجور والخيرات التي كتبها الله سبحانه وتعالى جزاءً للأعمال الصالحة ذكرت في مواطن كثيرة الحسنات الحسنة بعشر أمثالها إلى مئة ضعف إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة والله يضاعف لمن يشاء مذكور هذا في مواطن كثيرة إلا الصوم هذه حكمة عظيمة الصوم ما ذكر له جزاء في القرآن كم جزاؤه؟ حسنة بلا شك الصوم لكن كم جزاؤ هذه الحسنة؟ حسنة واحدة عشر مئة ألف جاء في الحديث الصحيح جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه يعني هذا الحديث القدسي قال كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها يسبح يذكر يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر يتصدق إلى آخر ما هناك الحسنة بعشر أمثالها قال إلا الصوم مستثنى من ذلك قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به الله سبحانه وتعالى تكفل بجزاء الصائمين وهذا يعطي الإنسان المسلم مدى واسعا لهذا الأجر واليقين به لأن الذي تكفل به ليس مخلوقا الذي تكفل به هو الرب الخالق المعبود الذي شرع لنا هذا الشرع وألزمنا به هو الذي تكفل قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به اطمئنه جزاء الصوم عند الله تبارك وتعالى وإذا تكفل الله بهذا الجزاء فلا تسأل عنه لا تسأل عنه لا تقول كم هو جزاؤه لا تعدده ولا تقسه بشيء آخر الله سبحانه وتعالى يقول يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي يريد التقوى لماذا يترك الطعام والشراب والشهوة أثناء الصيام طلبا لمرضات الله تبارك وتعالى وامتثالا لأمره ثم قال تبارك وتعالى في الآيات التي بعدها كتب عليكم الصيام وكما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال في الآية بعدها أياما معدودات لماذا ما فائدة هذا حتى يسهل على الإنسان المسلم حتى لا يستكثر هذا السنة كم شهر في السنة كم هي أشهر السنة اثنى عشر شهرا اثنى عشر شهرا وفي كل شهر ثلاثون يوما أو تسعة وعشرون يوما هذه الأيام بمجموعها كثيرة يعني ثلاثمائة وستون أو أقل مثلا من الأيام في السنة الله سبحانه وتعالى طلب صوم بعض هذه الأيام ما طلب صوم السنة ولا نصف السنة ولا ربع السنة قال أياما معدودات حتى لا يستثقل الإنسان المسلم هذا التكليف أياما معدودات يقللها أياما معدودات حتى يقبل العبد المسلم على هذه العبادة بانشراح وبطمأنينة وحتى يحرص على أدائها في هذه الأيام اليسيرة طلبا لمرضاة الله تبارك وتعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وهذا من الأدلة الدالة على أن هذه الشريعة لا تكلف متبعيها الشطط ولا تكلفهم بما لا يطيقون لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما جعل عليكم في الدين من حرج والإنسان المسافر قد يحتاج إلى الراحة قد يشق عليه الصوم مع السفر يحتاج يعطش ويحتاج أن يشرب أو يحتاج أن يأكل أو نحو ذلك اجتمع عليه يعني تعب السفر مع تعب الصوم فالله أباح له من كان منكم مريضا المريض معذور أو على سفر فعدة من أيام أخر ما سامحه في الصوم فريضة الصوم هذه من الواجبات العينية ما معنى الواجبات العينية الواجب العيني هو الذي يلزم كل إنسان مسلم بخصوصه لا يجزئ عنه غيره ليس له بدل إلا أن يؤديه هو إن كان مستطيعا فإن لم يستطع تعذر عليه فإنه يفدي لكن لا يسقط عنه الصوم ما دام في عقله موجود وهو حي لا يسقط عنه الصوم من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وهذا من تيسير الشريعة يعني فليصم مثل هذه الأيام التي أفطر فيها في وقت آخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ما معنى قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين يعني الذين يطيقون الصوم يعني يستطيعون الصوم لهم أن يصوموا ولهم أن يفطروا ويفدوا هذا ذهب إليه كثير من العلماء أخذا بظاهر الآية وعلى الذين يطيقونه يعني الذين يستطيعونه من كان في بداية الأمر قالوا في بداية تشريع الصوم من كان قادرا فإنه يستطيع أن يصوم ويستطيع أن يفطر ويفدي بعض العلماء قالوا لا المقصود بيطيقونه يعني يتحملونه بجهد ومشقة واستدلوا له بقراءة والذين يطوقونه يعني يتحملونه بجهد ومشقة فدية طعام مسكين وكثير من العلماء على الرأي الأول أنه المقصود الإنسان الذي يستطيع الصوم فإن له أن يصوم وله أن يفطر ويفدي هذا في بداية الأمر في بداية شريعة الصيام التي أنزلها الله تبارك وتعالى لكن جاءت فقال فمن تطوع خيرا على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين من تطوع خيرا يعني من زاد في الفدية الفدية طعام مسكين فلو أنه أطعم عشرة مساكين عن هذا اليوم أو ثلاثة أو أربعة أكثر من طعام مسكين فهو خير له أجره على الله سبحانه وتعالى هذا يؤكد المعنى الثاني وهو أن المقصود بالآية الأولى هذه أنها آية منسوخة كانت في بداية الأمر الأمر على التخيير الإنسان القادر يستطيع أن يصوم ويستطيع أن يفطر ويفدي قال وأنت صوموا خير لكم يعني لو أن الإنسان اختار الصيام فهو أفضل له وبعض العلماء يستدلوا بها على الصوم في السفر ويقول إنه من استطاع الصوم في السفر فهو أفضل له وأنت صوموا خير لكم إن كنتم تعلمون لأن أجر الصيام عند الله تبارك وتعالى ثم جاءت الآية الأخرى التي بينت أن الصيام لا يسامح فيه القادر الحاضر الحاضر يعني غير المسافر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هذا بيان لفضيلة شهر رمضان من فضائله أن الله أنزل القرآن فيه وفيه ليلة هي خير من ألف شهر ليلة القدر في رمضان الله أنزل القرآن كما يقول العلماء من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في رمضان ثم بعد ذلك كان ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام مفرقا بحسب الحوادث والأحوال قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ما معنى شهد منكم الشهر يعني من كان حاضرا ما كان مسافرا فليصمه هذه اللام للأمر يعني يجب عليه الصوم إلا أن كان مريضا فليصمه من شهد الشهر من كان حاضرا وقت طلوع رمضان فإنه يجب عليه الصوم إن لم يكن معذورا من شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر هذه الرخصة للمريض والمسافر أنه يفطر ثم بعد ذلك يقضي في وقت آخر وعندما قال الله تبارك وتعالى فعدة من أيام أخر هذا يعني أنها غير محددة سواء كانت بعد رمضان أو بعده بشهر أو شهرين المهم أن تكون قبل رمضان القادم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر هذا تأكيد لبيان أن هذه الشريعة لم تأتي بما يشق على المكلفين كما ذكرنا بعض الأدلة المتقدمة جاءت هذه الشريعة تيسيرا على المكلفين ليس فيها مشقة يريد الله بكم اليسر إن كان حاضرا ولم يكن مريضا يصوم وإن كان مريضا أو مسافرا فإن الله أرخص له في أن يفطر وأن يصوم في وقت آخر لا تلحقه بذلك مشقة ليس على المريض مع مشقة المرض أن يصوم فيتحمل مشقة الصوم وليس على المسافر الذي يتحمل مشقة السفر أن يصوم فيتحمل مشقة الصوم مع مشقة السفر يريد الله بكم اليسر تخفيف هذا ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة العدة ما هي شهر رمضان هذا كامل هذا هو الفرض مفروض على كل إنسان مسلم أن يصوم شهرا كاملا إن كان حاضرا مستطيعا فليصومه وإن كان مريضا أو مسافرا وأفطر الشهر كله أو أفطر بعضه فليكمل ما بقي حتى تكتمل له عدة الشهر ولتكمل العدة يعني عدة شهر رمضان الأيام الكاملة من رمضان حتى يكتب لكم صوم شهر كامل ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون يستدل بعض العلماء بهذه الآية على أن التكبير مسنون في العيد تكمل العدة بعد العدة ماذا يحصل بعد اكتمال شهر رمضان يأتي عيد الفطر وهذا يحتاج إلى التكبير ولتكبروا الله على ما هداكم هذا شكر لله سبحانه وتعالى من شكر الله على ما أنعم به من الصوم وما يسره ووفق العبد إليه يكبر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة في يوم العيد ولعلكم تشكرون تشكرون الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي أنعم الله بها عليكم من صيام رمضان والتوفيق لأداء هذه العبادة وحضور العيد هذا الذي هو شعير من شعائر الإسلام ثم قال تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون كلام الآن في الصيام ما مناسبة أن يأتي الكلام عن الدعاء نحن الآن الآيات المتقدمة كانت عن الصيام عن فريضة الصيام ووجوبه على المستطيع الحاضر والتخفيف عن المريض وعن المسافر بالفطر وأن يصوم فيه بعد ذلك أن يقضي ما فاته لكن لماذا جاء قال هنا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون مع أنه بقيت أحكام من أحكام الصيام يعني ما اكتمل أحكام الصيام قد يقول قائل لماذا جاء موضوع الدعاء هنا يقول العلماء إن هذا بيان لأهمية الدعاء أولا ولأهميته في رمضان الدعاء في رمضان من أماكن مواضع إجابة الدعاء من مواضع إجابة الدعاء وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام للصائم دعوة لا ترد عند فطره الصائم له دعوة مستجابة عند فطره فهذا في الصيام وكذلك ما يحصل منه من الدعاء والاجتهاد في صلاة التراويح في القيام في أثناء النهار في ابتداء الصوم في اختتامه هذا كله دليل على أهمية العبادة ورد أيضا أن لهذه الآية سبب نزول وهو أن بعض الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام وهذا شأنهم رضي الله تعالى عنهم كانوا يسألون عن كل أمر يتعلق بعبادتهم وطاعتهم خشية من أن يفوتهم خير أو خشية من أن يقعوا في أمر يفسد عليهم عبادتهم فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أربنا قريب فنناجيه يعني نكلمه كلاما خفيضا أو بعيد فنناديه سؤال سؤال من لا يعلم يريد أن يحصل على الإجابة هل ربنا قريب فنناجيه أو بعيد فنناديه يعني بأصوات مرتفعة فنزلت هذه الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وهذا بيان لأهمية الدعاء أيها الإخوة الدعاء كما جاء في الحديث هو العبادة الدعاء هو العبادة لأنه يدل على افتقار العبد واحتياجه وانقطاعه لله تبارك وتعالى سدت أمامه المنافذ لا يستطيع أن يصل إلى حاجته تعسرت عليه فينفتح له باب الرجاء عند الله تبارك وتعالى بالدعاء أدعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين وقال ربكم أدعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين يعني الذين يستكبرون عن دعائي قال فليستجيبوا لي يعني فليدعوني ما معنى هنا في هذه الآية إذا سألك عبادي عني فأني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي يعني فليدعوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون هذا تأكيد على أهمية التزام الإيمان وتقويته في النفس وتصحيحه وتثبيته لعلهم يرشدون هذا هو طريق الرشد ثم جاءت بعد ذلك آيات بينت عددا من أحكام الصيام وهي هذه الأحكام ابتدأها الله تبارك وتعالى بقضية الاستمتاع بالنساء في رمضان حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروا هن وابتغوا ما كتب الله لكم ورد في سبب نزول هذه الآية أن ابتداء فريضة الصوم كان فيه أن الإنسان إذا غربت الشمس إذا غربت الشمس وأفطر ثم نام واستيقظ في أثناء الليل لا يحل له أن يأتي أهله ولا أن يأكل ولا أن يشرب ممنوع إذا نام انقطع كل شيء فبعض الصحابة حصل منهم تجاوزات ومما يروى أنه حصل أيضا من أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أتى أهله وبعضهم كان ربما يخادع نفسه ينام قليلا ثم يستيقظ ويقول أنا ما نمت يعني فيأكل أو يشرب وهذا فيه حرج فيه حرج على المسلمين علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم تخادعون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم رفع الله سبحانه وتعالى هذا الحكم رفع الله عنهم هذا الحكم وأباح لهم الأكل والشرب والاستمتاع بالأهل طيلة الليل بعد غروب الشمس حتى طلوع الفجر كل هذا علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم سامحكم في هذا فالآن باشروهن مباح لكم قربان الأزواج والاستمتاع وابتغوا ما كتب الله لكم وخلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل هذا بيان لابتداء وقت الفطر وابتداء وقت الإمساك ابتداء النهار كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل عدي ابن حاتم رضي الله تعالى عنه وهو متأخر الإسلام أسلم متأخرا في السنة الأخيرة من حياة النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع هذه الآية يقول جاء بعقالين حبلين يعني أبيض وأسود ووضعه ما تحت وساده رواية تقول أنه كان يأكل وينظر ورواية أنه كان ينظر فقط يريد أن يتأكد من طلوع الفجر حتى تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره النبي عليه الصلاة والسلام تعجب من أمره ولاطفه وبين له أنه ليس المقصود بيان الخيط الأبيض هذا من الخيط الأسود لا القدرة على تمييز الخيط الأبيض من الخيط الأسود لكن المقصود بياض الصبح وسواد الليل يعني إذا طلع الفجر انتهى الموضوع هذا وهذه كناية هذه كناية يعني الخيط الأبيض والخيط الأسود كناية عن طلوع الفجر وعن سواد الليل ثم أتم الصيامة إلى الليل أتم الصيامة إلى الليل بعد ذلك يعني عند طلوع الفجر يجب الإمساك عن المفطرات هذه حتى يأتي الليل وتغرب الشمس فتعود الإباحة كما كانت حتى يطلع الفجر مرة أخرى وهكذا دواليك ثم أتم الصيامة إلى الليل ولا تباشروهن وهذا حكم جديد ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد لا يجوز للمسلم أن يباشر أهله ولا أن يستمتع بزوجه حتى ولو بغير الجماع حال الاعتكاف هذا مما يفسد الاعتكاف لا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد الاعتكاف حتى في الليل حتى في وقت الأكل والشرب لغير المعتكف غير المعتكف يجوز له أن يأكل وأن يشرب وأن يباشر أهله في الليل لكن المعتكف لا يباشر أهله ما دام في معتكفه هذا من أحكام الاعتكاف ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها الله سبحانه وتعالى يبين هذه الأمور للمسلمين حتى لا يقعوا في المخالفة وحتى لا يقعوا فيما يجرح عبادة الصيام لا بد من المحافظة على هذه العبادة وليست حدود الله فقط في الصيام هنا بل في كل شيء تلك حدود الله كل حدود الله تبارك وتعالى لا يجوز أن ينتهكها المسلم كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله حد حدودا فإن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها الأشياء المسكوطة عنها في الشريعة لا يأتي الإنسان ويجلس يبحث وينقر ويتكلف فيما لا حاجة له به وقد سأل رجل من الصحابة ممن كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداء قال يا رسول الله الحج لعامنا هذا أم للأبد فسكت الرسول عليه الصلاة والسلام فكرر فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم الأشياء المسكوطة عنها في الشريعة لا تنقر ولا تدقل وإن شككت في شيء فاسأل أهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون لاحظوا أن الأمر بالتقوى تكرر هنا في ابتداء فريضة الصيام وفي ختامها هنا دليل هذا على أهمية تحصيل التقوى وأن هذا الأمر الصيام من يعرفه من يعرف أن هذا الإنسان صائم أو غير صائم تراه وأنت لا تدري قد يقول أنه صائم لكن هو نقض صيامه بمفسد من المفسدات وأنت لا تراه أنت لا تراه ليس كالصلاة الصلاة الصلاة عبادة بدنية ظاهرة ظاهرة يصلي الإنسان أمامك فتراه صلى وإن لم يصلي تقول إنه ما صلى لكن الصيام أمر باطني لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى لكن الله سبحانه وتعالى يشير دائما في آيات الصيام إلى هذه التقوى التقوى ها هنا ويشير النبي عليه الصلاة والسلام إلى صدره لأن هذا هو الموطن الذي تتحقق فيه التقوى في القلب إذا اتقى الله أو لم يتقه لا يطلع على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى ولهذا ربنا تبارك وتعالى يؤكد على هذا الأمر كثير من الشرائع التي أنزلها الله سبحانه وتعالى وستأتي معنا خصوصا في هذه الصورة تختم بقضية التقوى وهذا تعزيز لقضية الإيمان وخوف الله تبارك وتعالى أن الإنسان حتى ولو غفل عنه الخلق لكن عين الله سبحانه وتعالى لا تسهو ولا تنام يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور هذا الصيام يا إخوة كما أنه فرض في شهر رمضان فهو مندوب والمندوب هو الأمر الذي إذا فعله الإنسان المسلم يثاب عليه وإذا تركه لا يعاقب عليه مندوب هذا الصوم فيه صوم مندوب كثير مثل صوم الأيام الفاضلة الصوم يوم عرفة صوم عاشراء صوم ستة أيام من شوال صوم الاثنين والخميس صوم ثلاثة أيام من كل شهر هذه مندوب إليها مندوب إليها وحكمها حكم الصوم المفروض في الجملة إلا في استثناءات معينة ما هذه الاستثناءات؟ أن الإنسان إذا أفسد صوم التطوع لا شيء عليه المتطوع كما يقول العلماء أمير نفسه لو أنه صام يوما من هذه الأيام الفاضلة طلبا للأجر والثواب ثم في أثناء النهر أفطر أو جامع أهله فسد صومه لكنه لا يؤاخذ بخلاف صوم رمضان صوم رمضان هذا فيه أشياء كثيرة وإذا يعني وقع الإنسان في هذا المحذور هذا تترتب عليه مؤاخذات كثيرة بعضها لا كفارة لها كما يقول بعض العلماء لو تعمد الصوم من غير السبب وبعضها فيه الكفارة كما لو جامع أهله فإن عليه الكفارة ذكرت يعني في حديث النبي عليه الصلاة والسلام فالصوم النافلة ليس كالصوم الفريضة في مسألة العقوبة على الترك أو قطعه قبل نهايته لكن من ناحية الهيئة هو والشروط هو كصوم الفريضة هناك أيضا صوم واجب ما هو هذا الصوم الواجب صوم النذر يعني لو أن الإنسان مثلا نذر أن يصوم يوما لأنه يجب عليه أن يفي بنذره كذلك الصوم الذي يكون في الفدية في كفارة اليمين مثلا إذا الإنسان ما استطاع أن يكفر عن يمين يعني الله سبحانه وتعالى بين لنا كفارة اليمين أنها اتق رقبه أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فمن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام هذه واجب عليه هذه واجبة ولو أفسدها يجب عليه أن يعيدها مرة أخرى من غير كفارة بخلاف الصوم بخلاف الصوم الواجب في الذي هو فريضة هناك أيضا الصوم النافلة فيه فضاء الكثيرة لأنه أولا وقبل كل شيء داخل في ما أحبه الله سبحانه وتعالى من عباده المؤمنين كما جاء في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترطته عليه أحب العبادات والطاعات لله هي الفرائض قال ثم ما يزال عبدي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها ولا إن سألني لأعطينا ولا إن استعاذ بي لأعيدنا الصوم عبادة من هذه العبادات لكن أيضا رجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يصنع ما هو يا أحب العبادات قال لا أجد لك مثل الصوم عليك بالصوم فإنه لا عدل له الصوم ما يوجد شيء يساويه ولا يوازيه وهو داخل حتى صوم النافلة داخل في ماذا فيما ذكره الله تبارك وتعالى من الأجر الذي تكفل به للصائمين إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به فصوم الصوم من العبادات المحببة لله تبارك وتعالى والتي يرجى لها الأجر العظيم ومن صام يوما في سبيل الله حرم وبعد الله بينه وبين النار وكما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إضافة إلى ما ذكره نختم ب ما ذكره الأطباء في هذا الزمن وهذا نتيجة لدراسات وبحوث فوائد الصوم للبدن تدلك على طرف من حكمة الله تبارك وتعالى في فرضه على عباده المسلمين شفاء من أمراض كثيرة والجال صوم متصح الصوم فيه شفاء من كثير من الأمراض وفيه تعويض على ضبط النفس وفيه تعويض على تهذيب النفس وفيه تعويض على تذكر الفضائل وتذكر نعم الله سبحانه وتعالى والالتفات إلى حاجات المحتاجين من المسلمين فالصوم فضائله لا تعد ولا تحصى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه وأن يهدينا سواء السبيل وأن يرزقنا الالتزام بشرعه وأداء ما افترضه علينا ونسأله سبحانه وتعالى أن ينصر عباده المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم احق اندماءهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم أنجل المسلمين من عدوهم في فلسطين وفي كل مكان يا أرحم الراحمين